بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا شيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لو افترضنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه خرج وابتدأ مشروع النهضة المهدوية بصورته المباشرة هل تسألنا من الذي سيكون عدو للإمام ومن الذي سيسالم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولو قدر أننا كوننا صورة ما عن هذا العدو الذي سيقف في قبالة الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء إذن في عهد الانتظار كيف سنقف أمام هذا العدو قبل ظهور الإمام بأبي وام كيف يمكن لنا أن نطمئن من أن إني سلم لمن سالمكم قد تم تجسيدها بشكل حقيقي وصادق وبالشكل الذي يرضي إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وأنا أعتقد أن من الضرورة بمكان أن يعاد التفكير والتعريف لمفهوم العدو الذي يتوجب علينا أن نقف إزاءه ونقف في قباله لأننا طالما تعهدنا لأئمتنا بأننا سلم لمن سالمه واليوم إذ تأتي الأيام ونلاحظ أن مسارات الحسم تقترب شيئا فشيئا وتشتد الكضة من العدو علينا من جهة وتتنامى القدرة لدينا من جهة أخرى في التفكير المعتاد التقليدي أن عدو الإمام هو الناصبي عدو الإمام هو الجهة الفلانية أو الجهة العلانية أو ما إلى ذلك ولكن واقعنا الفعل يظهر بأن النواصب ما عادوا ليشكل ذلك العدو الذي يمكن أن يخشى منه على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحضارته ودليلنا مع داعش سهل في الاستنتاج السريع بأن أقوى قوة للنواصب تم تحشيد أحقاد التاريخ في داخلها وغل كل هذه الأزمنة المترامية حينما أرادت أن تطالنا سرعان من قلب سحرهم على ساحرهم وتم اجتياحهم وتحويلهم من قوة كادت أن تؤثر على مسار التاريخ إلى قوة وإلى مرمى تمكننا من خلاله أن نغير التاريخ تاريخنا ونتجه إلى الأمام قدما لكن ما عاد خفيا أن داعش الناصبية ما كانت لوحدها في هذا الموضوع وإنما ثمت من أدارها ثمت من هيئ لها الأرضية التي بموجبها تحركت وتقدمت إلى ما تقدمت إليه لم يكن حديث ترامب عن من أسس داعش مباغة ولا مفاجئا ولكن في يومنا هذا إذ تدخل هذه السنة بمعطيات كلها تؤشر على أن هذه السنة ستكون صاخبة جدا وسيكون حركة الأحداث فيها متدافعة بشكل ملفت للأنظار لابد من أن نحدد أقدامنا بشكل دقيق في اتجاهات متعددة نحن سائرون بزعمنا إلى يوم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ولكن حينما نسير نعرف أن جبهات العدو تتعدد وينكر لنا أو من واجبنا أن نعمل مع هذه الجبهات إما بطريقة التحييد وإما بطريقة التحجيم وإما بطريقة الاستئصار لا يوجد لدينا مع هؤلاء خيار لكي نماري في مواقفنا وإنما لدينا خيار واحد أن هؤلاء يريدون أن يستأصلون أو يريدون أن يسيطروا علينا وعليه إما أن نعطي أعناقنا إليهم وإما أن نربح هذه الأعناق لنوظفها في معركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه والعدو كما رأيناه خلال هذه الأيام على أقل التقادير حينما يقتنص منا هؤلاء الشهداء الذين تساقطوا في كرمان أو حينما يقتنص منا هؤلاء الشهداء الذين يتساقطون في غزة في جنوب لبنان في اليمن في أي مكان بناهيك عما رأيناه من غطرسة ومن جبروت ما رسه الأمريكيون خلال هذه المدة مع شهدائنا ورموزنا ومن كنا نحتمي بجهادهم ونحتمي بوقوفهم أمام هذه الإرادة التي تحاول أن تقهر وتحاول أن تذل وتحاول أن تسيطر في مثل هذه القضايا حينما نقبل حقيقة علينا أن نعيد النظر في تعريف العدو الذي أقسمنا وتعهدنا لأئمتنا بأننا لن نوالي إلا هؤلاء الأئمة ولن نعادي إلا أعداءهم وبالنتيجة علينا أن نسأل من هو العدو بشكل حقيقي في يومنا هذا الكلمة ليست كلمة تجريدية ليست مطهوما من دون مصادق وإنما هذه الكلمة حينما وضعها أئمتنا صلوات الله وسلام عليهم في قواميسنا اليومية وفي تعهداتنا اليومية لابد لنا من أن نتوقف ونقول من هو العدو وماذا نعمل إزاء هذا العدو انظروا إلى واقعنا نحن أمام ثلاثة خيارات إما أن نتعامل مع هذا العدو كل واحد بما يزعم أن لديه بصيرة ولديه قدرة يمكن له أن يتحرك إزاء هذا العدو وخليني أوضح بمثال مثل الإنسان يريد يروح إلى السفينة وهو على الساحل والسفينة في وسط البحر ثارة يذهب بقارب لوحده كل واحد يأخذ قارب ويتج بس هذا القارب ينقلب بالطريق يتعب صاحب القارب القارب ما يوصل بالنتيجة ما معلوم أن هذا يوصل إلى الهدف أو أن هذا العدو يستهدف هذا القارب باعتبارها أحد يمكن أن يتخلص منها دفعة واحدة أو أن إرادة هذا الواحد تتكسر وتهبط شيئا فشيئا يتعب يمول ييأس يتذمر ما إلى ذلك ينتهي تنتهي حالة الزخم لديه وبالنتيجة يخرج من أرض المعرك إذن لا العدو قضي عليه ولا واحدنا تمكن من العدو ووثى بوعده لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه أخرى يمكن لنا أن نفترض أن كل قارب من قواربنا عندهم مجموعة أنا وأصدقائي أنت وأصدقائك أنا وحزبي وأنت وحزبك أنت ومجموعتك وما إلى ذلك كل واحد يروح بالطريق بذاك الوقت هم راح نتعرض إلى جملة عوامل جديدة علينا أن نحسب لها نحن نمشي بالطريق وهذه تجربة التاريخ أيضا علمتنا بنص الطريق واحد صار عدة فكرة قال لا أنا مولا أنا أتحرك خليني أرجع بعدين أجيكم والثاني قال أنا ما أقدر أستمر والثالث قال أنا ما عندي ذخيرة والرابع قال أنا ما عندي وقود كل واحد يتحجج لبحجه ويا ما شفنا في تجارب أئمتنا في صفين في الجمل في النهروان في معارك أمير المؤمنين وأيضا في القضايا الأخرى وجدنا من يتقدم أولا ثم يبدأ ينسحب بطريقة أو بأخرى لسبب أو لآخر ما أردحكم على الأسباب لكن النتيجة ماذا أن يكون الإمام مخذول وأن يكون العدو مرتاح الأسباب تتعدد خصوصا مع زمن تمكن العدو من الإمساك بالكثير من عناصر القوة والقدرة يمكن لأي جهة أن تخدع يمكن لأي جهة أن يتم احتواءها وإخراجها من أرض المعركة لن يبقى إلا الثلة القليلة جدا التي إذا وصلت فتصل مملوئة بالجراح أو أنها لا تستطيع الوصول لأنه يستفرد بها وتنتهي القضية أما لو افترضنا أن هذه القوارب أصبحت كلها في قارب واحد كلها في قارب واحد عندئذ من يريد أن يتخلف لن يستطيع لأن مصير القارب متعلق بجميع هؤلاء بعد ما أحد سيقدر يفكر بطريقة مستقلة عن الآخرين وإنما سوف يجبر على أن يتحمل الضريبة إن لم يتحملها إيمانا وتسليما سيتحملها بناء على أن المصير واحد وأي شيء يتعرض له القارب يغرق ويغرق الجميع معه خيارنا حينما نتعامل مع عدو يعمل دوما على زيادة قدرته وزيادة الوقوف ضد حالة الاستضعاط اليوم الصورة التي نشوفها في رغبة أمريكا أو سعي أمريكا لإيجاد تحالف دولي ضد فقراء اليمن من أجل ما يعرف عنه بازدهار البحر الأحمر أو ما إلى بارك الآن ما أريد أن أتحدث عن الجانب الآخر من هذه الصورة ولكن هذا شأن العدو سأجمع أساطيل سأجمع قدرات وحاول أن يوحد الكثير من طاقات الاستكبار ويصمها في ساحة المعركة من تشوف هذا اليمن يتقدم بهذه الصورة بهذا العنفوان بهذه الجدية في قبال كل هذه الأساطيل التي تحاول أن تسرح وتمرح ولكن مع إصرار هذا ومع معرفته بأن أي توقف سوف يعاقب بشكل شديد جدا وسوف يطاح بالكثير من الضحايا ومن الأبرياء بسبب هذا التوقف لا يوجد لديه خيار إلا أن يتقدم إلى الأمام وحينما تقدم إلى الأمام أذعنت جميع إلى طبيعة قوة هذا الفقير المستضعف الذي لم يكن يحسب له حساب وعاد اليوم يحسب له ألف حساب على المستوى العالم أنا أعتقد أنه لو أعدنا الكلام في قصتي تعريف العدو كلمة العدو كلمة ظرفية اليوم هذا عدو باتشر مو عدو اليوم هذا عدو مؤثر باتشر مو عدو مؤثر اليوم عدو ساكن كامن يتحول إلى عدو فاعل وعدو مؤثر وما إلى ذلك الكلمة متحركة لذلك ما كان يتحدث عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في زمن كان العدو مشخص في زمنهم أما بالنسبة لنا الذين أعطينا عهدا ووكدناه كرارا ومرارا في أن نقف أمام عدو أهل البيت إذن تعالوا لنضع أهل البيت في يومنا هذا وليس في التاريخ نضع أهل البيت في يومنا هذا ونقول من الذي سيعادهم من الذي سيقوم في مهمة استعدائهم ويجيش الجيوش عليهم ويحرك ما يحرك من عناصر القوة المضادلة اليوم من اللي يقاتل عود السعودية مثلا راح تجد قاتل لو الإمارات لو خوانة العرب أو ما إلى ذلك لو لا اليهود والنصارى هم اللي راح يوقفون وهم اللي راح يأسسون لأي عملية تصدي إلى إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليهم لا شك ولا ريب أن عدو زمن الإمام سيكون هو خلاصة الأعداء على المستوى العالمي الإمام مشروع عالمي إذن العداوة ستكون له ماذا؟ عالميا وتذكرون الرواية اللي يشير إلى أن راية الحق لو قد علت أو ارتفعت للعنها أهل الشرق وأهل الغرب من هم هؤلاء؟ هم القوى العظمى التي تسيطر ولا يسوغ لها أن تجد قوة تنمو في بلادنا أو في منطقتنا أو ما إلى ذلك مثل ما شفنا الآن يتابعون حركات المقاومة وهم يفترض أن هذه الحركات تجابه من قبل الأنظمة الموجودة لكن الشيء اللي جاي نشوفه شنو الطيارات المسيارات الأموال الإعلام ما إلى كل هذه الأمور من الذي يحركها؟ يحركها هذه القوى التي تهيمن على عملية الاستكبار خاصة على جبهة الاستكبار خاصة أن جبهة الاستكبار الآن تشعر بضيق شديد ويوم بعد آخر يضاف إلى حصارها حصار جديد وعودا على ما أشرت إليه في قصة اليمن اليمن ما كانت موجودة في الساحة الدولية أو من الدول التي ينظر إليها بالبنان أو يشار إليها بأنها مؤثرة ذبحت اليمن والعالم كله كان ساكتا لكن حينما تحولت قدرتهم إلى قوة سلبت قدرة الآخرين وبدأت تؤثر على قدرة الآخرين عند ذلك تحولت اليمن إلى من يتوسل بها أو من يجمع الحشود عليها وكليهما يعرفان عن قضية واحدة وهي أن الاستكبار يتراجع في هذه المنطقة أن الاستكبار بدأ يجد من يوازيه في وجوده وفي نفوذه في داخل هذه المنطقة والأمر يمكن له أن يتوسع أكثر فأكثر مع الأيام خاصة أن الشعوب بدأت تجد نماذج نماذج يقتدى بها وهذه النماذج ربما تكون أخطر بكثير من حالة نفس المسلح يعني أنت من تجي وتخلي نموذج أمام الشعوب بأنه يمكن مع فقرك مع استضعافك مع قدرتك غير المتناسبة مع طبيعة قدرات العدو وإذا بك تستطيع أن تهزه تستطيع أن تزعجه تستطيع أن تؤذيه تستطيع أن تعرق المخططات شنو اللي راح يصير راح يصير أنه يجدون في مثل هؤلاء الفتية يمكن أن يتحولون إلى نموذج الآن استعيدوا في ذاكرتكم خصوصا الكبار مش معنى تحول جيبارة إلى نموذج أمام العالم جيبارة رجل شيوعي لكن حتى المتدين أيضا ينظر إلى هذه التجربة ويقول أستفيد منها إيش معنى تحولوا الكيتناميين إلى نموذج يحتذى بهم معا أن أفكارهم العقائدية مختلفة تماما لكن استعيرت أدوات حرب العصابات منهم استعيرت كثير من الآليات اللي يستقدموها لأنهم تحولوا إلى نموذج أذكركم بشيء يتعلق بحكومة مصدق في إيران سنة خمسة وخمسين أو ستة وخمسين شيء من هذا القبيل أو ربما أبكر من ذلك حكومة مصدق كانت حكومة علمانية لا دينية ولا هم يحزنوا وكل اللي يسووا أنه جو طبقوا النظام الغربي يريدون ديمقراطية من الذي أسقطهم؟ أسقطهم نفس اللي يقاتلون أو يدعون أنهم يقاتلون من أجل الأنظمة الديمقراطية نفس الأمريكية ليش قتلوا وليش أسقطوا الحكومة؟ عدهم سبب أساسي هو في مشروعه يحقق لهم كل ما يريدون لكن خشي من أن يتحول نموذج إلى بقية الشعوب تمتصف فيها هكذا يرعب النموذج بالنسبة إلى هؤلاء بحيث نظام بكامله يسقطوه ويحركون غوغاء الناس إلى أن انتهى بإسقاطه القصة إذن يمكن لقواعد الانتظار أن تحول نفسها والخطورة هنا أن تحول نفسها إلى هذا النموذج الذي يخشى هؤلاء ويجدون فيه إرباكا والإرباك هنا طبيعته أنك تقاتل جسم كبير وينما تريد تضرب يصاب وهو وين يلقاك صحيح أنه يستهدف الشهيد أبو تقوى يستهدف الحاج مشتاق يستهدف فلان يستهدف الحج قاسم يستهدف حج أبو مهدي يستهدف هؤلاء اللي وضعوا أنفسهم في قبالة فوهة المدفع لكن الأمة التي من ورائهم ماذا سيصنعون؟ هذه الأمة ستبقى ولادة يذهب أبو تقوى سيأتي عشرات من أمثال أبي تقوى يحلون محلها بطريقة أو بأخرى يسدون مسدة الثغرة اللي فتحت سرعان ما يتم إغلاقها وتبتدأ مرحلة جديدة من الاستنزاف إلى العدو نموذج غزة اليوم أصبح واضح جدا وبين جدا في هذا المجال غزة إسرائيل دفعت بكل ما تمتلك من أسلحة ومن قدرة على إثارة الوحش والرهب عند الآخرين طائرات صواريخ مدفعية دبابات في قبال شعب أعزل أطفال ونساء وشفنا الصورة بشكل واضح جدا دمروا ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف وحدة سكنية ولا زالوا يدمرون صار لهم قرابة التسعين يوم وهم يشوفون أنهم بلا أفق شوفوا الروحهم ما جاء يوصلون السبب أن النموذج بدأ ينتج نماذج النموذج المقاوم لهم بدأ ينتج نماذج راح يحيي عياش إجا فتح الشقاقي راح فتح الشقاقي إجا فلان إجا فلان إجا فلان إلى أن راح صالح العروري رحمة الله عليه هؤلاء من راحهم ما انتهت القصة بدأ الآخر يتقدم واحدا من بعد الآخر وكل اللي استطاعت دويلة الصهاين أن يتحدثون عنه أنه احنا قتلنا ألفين مسلح ألفين مسلح أنتوا خلال تسعين يوم اقتلتوا ألفين مسلح لنبترض أنكم من أهل الصدق والجميع يعلم أنكم تكذبون كثيرا وتبالغون كثيرا في إخفاء خسائركم وفي تضخيم ما تعبرون عنه بإنجازاتكم لكن النتيجة شمع؟ أنت تحدثت عن أربعين ألف مقاتل في قبالكم إذا تذكرون الأيام الأولى قالوا أربعين ألف مقاتل تم تحشيده بالأنفاق ألفين إلى أربعين ألف مع كل هذه الأسلحة الضخمة ومع كل هذا الغدر العالمي والخيانة العالمية مع كل ذلك شنو اللي سويتم؟ اليوم الإحصائيات تتحدث عن خروج 12 ألف جندي معاق من هذه المعارك 12 ألف جندي في حساباتهم غير حساباتنا إحنا هم شعب غير قابل على التعويض أما إحنا قابلين على التعويض الـ 12 ألف مو ذاك الرقم المرعب لكن بالنسبة لهم رقم تاريخ في كل معاركهم ما وصلوا إلى هذا الرقم من اللي دفعهم بهذا الاتجاه؟ دفعتهم إلى هذه العقيدة أننا كلنا في مركب واحد وعلينا أن نتقدم علينا أن ننضي بهذا الاتجاه لكن الغرض من كل ذلك كان الأهم أنهم عارفوا العدو بشكل دقيق جدا في واقعنا لو نظرنا إلى الأمور سنجد أن هناك ارتباك كبير جدا في تشخيص العدو من هو العدو؟ وإذا أنا ما شخصت العدو شنو اللي راح يصير؟ ما راح قاتله؟ شوف تعريف القرآن الكريم إلى الشيطان شنو؟ عدو لكن مضل لا يظهر وجهه ما يبين مع أنه هو مبين في عداوته في ترتيب آثار العداوة مبين جدا ولكنه مستور يخفي نفسه والعدو لا زال يمارس عملية إيجاد الخداع وأكو إلى عناصر كثيرة تسوّغ هذا الشيء وتحبّب هذا الشيء أما لو أننا أدركنا بشكل دقيق أن هذا هو العدو شوف تعبير القرآن مثلا من يشير إلى المنافقين يشير بلهجة حازمة جدا هم العدو تحذرهم من يشير إلى اليهود أشد الناس عداوة من يشير إلى الذين كفروا أيضا يشير بمصطلحات وبتعابير تشخص محور العداوة أين يكمن وعلى المؤمن أن يبرز موقفه وواجبه تجاه هذا العدو أو تجاه ذاك العدو لذلك أعود وأقول أننا لو افترضنا أن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قد ظهر من الذي سينبر لعداوته طائرات من أساطيل من صواريخ من هي التي سوف تحارب الإمام بأبي وأمي لا تأخذكم حالة الدعاء والسكون اللي حاول أن يوجدها التيار الغافل جدا الإمام راح يسويها هي يقلبها عليهم وبالمعجزات مالتا راح يسقط الصواريخ ويسقط الطائرات وكلها تلغي آثارها ومبدأ أننا سنذوق وأنتم ستذوقون العرق والعلق هذا المبدأ يعمل في وقت الإمام وقبل الإمام ماكوش شيء اسمه بالمعاجز الإمام راح يحسب المعارك هذا كلام يكذبه القرآن الكريم وتكذبه سيرة الرسول الأعظم وسيرة الأئمة الآخرين وإلا إذا بالمعجزة مثل الإمام يقدر يسوي معجزه خل رسولهم كان يسوي معجزه يقدر يسوي معجزه لكن شنو اللي شفناه في أحد جرح بأبي وأمي لو ما جرح قتل منهم لو ما قتل منهم بالنتيجة لا يوجد إلا إرادة الإنسان وتكليفه في موقفه مع إمام زمانه وضد عدوه إذا ما شخصنا ذلك الآن أنت مني تقول أنا منتظر وتشوف هذا العدو جاي ينمي بقدراته أي انتظار أنت تتحدث عنه لا أنت تريد تنمي قدرتك ولا تعمل على إنقاص قدرة الطرف المعادي وما مهتم بكل الساحة كل اللي يهمك أنه تعيش في حالة من حالات الأطمئنان الذاتي تروح بدربك ترجع بدربك وبالنتيجة تصور أنه لو تركوك شهر شهرين أنت تعيش بالعافية أنت إذن سعيد وما إلى ذلك لكن هل العدو سيترك؟ العدو رح يترك؟ أنا مطمئنة اللي كانوا في غزة جربوا نفس اللي جربوا الكثيرين من الناس اللي كانت تعترض على معارضة المجرم صدام كثيرين كانوا أنا أذكر من كنا يعني إذا مرينا بحالة السجن أو مع الناس اللي تعتبر علينا ليش تحارشت بهم؟ ليش وقفت ضدهم؟ لكن مع الأسف مع الأيام النظام جاء على هؤلاء وعلى غيرهم قتل هؤلاء اللي كانوا يحاولون أن يكونون وديعين ويدعون الآخرين إلى أن يكونون من أهل الوداعة قتلوا ذبحوا ذهبوا مظلومين إلى بارئهم لكن مظلومية بلا أثمان ما قدروا يقبضون مقدار من الثمن لمظلوميتهم هذه بينما الآن نفس الشيء اللي موجود في غزة كثير من هؤلاء أيضاً كانوا يتحدثون بمنطق أنه عفوهم بحالهم نحن نعيش بحالنا العدو مهج العدو عدو وبوقت اللي يشوف الفرصة السانحة إلى بذاك الوقت رح يقال لكم من نام لم ينم عنه العدو مو غافل لقدراتكم بل أستطيع أن أؤكد بأنه متيقن تماماً من أنكم أنتم العدو بالنسبة إلى ويعمل معكم بكل هذه المصداقية نحن اليوم أمام من جهة أخرى أمام معطيات أعتقد أصبحت واضحة جداً فيما يتعلق بأوروبا أمريكا شيئاً فشيئاً بدت ترفع الأيدي عن مساعدة أوكرانيا لكن هل أنها ستتخلى عن أوكرانيا تتخلى عن النظام لكن تتخلى عن الأرض والنفوذ هذا السؤال إذا أمريكا تخلت هل أوروبا تقدر تتحمل أن تكون أوكرانيا على المستوى الجيوسياسي أو على مستوى الجيوبولوتيكي اللي يعبر عن أهمية أوكرانيا للحفاظ على وجود أوروبا هل راح يقدرون يتخلون عن هذه القضية ويقولون خلي تروح أوكرانيا لو لا الجيش اللي جاي ينهار القدرات اللي جاي تنهار القدرات اللي جاي تنظب راح تعوض بجيوش مباشرة من هؤلاء أمس تأكيداً إلى هذه الحالة أمس أحد الخبراء البريطانيين يشير إلى أنه أوكرانيا إذا ما قدرت حلف الناتو هو اللي راح يتقدم إلى الإمساك بجبهة أوكرانيا يعني شنو؟ نحن على موعد مع حرب بين الروم أنفسهم وفقاً لرواياتنا وقد رأينا كيف أن الأمور تتدافع بطريقة يعرب فيه عن الأوروبيين بطريقة مختلفة تماماً عما كنا نتصوره وعن هؤلاء الضعف حالات الاستنزاف التي منو بها استنزاف المال استنزاف السلاح استنزاف الذخيرة وما إلى ذلك وأدى ما أدى إلى ضعف شامل عند هؤلاء جميعاً اليوم تفتكر أمريكا من جاي تحاول أن تهدئ الأمور فيه وجاي يدفعون بإسرائيل أنه لزيدون أكثر من هذا وأعتقد شوية شوية هم إسرائيل جاي تقتنع بأنهم ما يقدرون بدأوا خلال على الأقل الأسبوعين اللي مضوا بدأوا يطون علاء على أنهم لن يستطيعوا أن يستمر ربما سمعتوا أنهم في أكثر من يوم صار يتحدثون عن سحب اللواء الفلاني عن الفرقة الفلانية عن الأفواج الفلانية ما إلى ذلك بدأوا يسحبون قوات هذا الانسحاب وما إلى ذلك ليس جاي يصير هل يا ترى أمريكا قادرة على أن تخوض معارك في عدة مكانات بالبحر الأحمر بالبحر الأبيض بالبحر الأسود هذا المعارك فعلا مفعلة ويمكن في أي لحظة أن تدهور بها الأمور وأنا لا أخفي بأن الصهاينة بعد أن بدأوا يشعرون باليأس في غزة وبدأوا يتحدثون عن العمليات النوعية أفضل من العمليات العسكرية الحربية المستمرة لا أستفعد أن يقوموا بالهروب إلى الأمام ويحاولوا أن يفتعلوا أزمة تدخل من خلالها أمريكا بالحرم والمنطقة مهيئة جدا إلى مثل هذا الأمر محور المقاومة خيار واحد وبسيط أعتقد سماحة السيد حسن حفظه الله تعالى تحدث عننا باليوم الأول أنه إحنا ندخل أو لا ندخل قضية مربوطة بغزة لن نسمح بسقوط غزة نقتراف سطر مثل ما قالوها في أماكن متعددة لن نسمح وأثبتوا أنهم لم يسمحوا بإسقاط النظام في سوريا لم يسمحوا بإسقاط الوضع في اليمن لم يسمحوا بإسقاط المقاومة في العراق أيضا هذه المقاومة أيضا لا زالت تتحدث بأنه لن نسمح بإسقاط غزة إذا الإسرائيلي بدأ يخرج من غزة شنو العذر مالته شنو المبرر مالته أمامه إما أن يعترف بالهزيمة وإما أن ينقل الأمور إلى حرب أكبر وأوسع وأشمل من ذلك الدبلوماسية الأمريكية خلال هذه الفترة تجهد نفسها على تهدئة الأمور في هذه المنطقة حاولون أن يسحبون الفتائل لكن الأمر مستعصي أكثر بكثير مما كان من قبل فلو قدر أنهم بدأوا يشعرون بالخطر الوجودي في أوكرانيا أوكرانيا إذا تذكرون في أحاديثنا الأولى جدا قلنا بأن الروس أمام خطر وجودي والأمريكان أيضا أمام خطر وجودي ولذلك هذا التناطح رح يستمر وفي تفسيرنا لقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم لها شيء فسرنا أن هذا التناطح رح يستمر لأن الأثنين يشعرون بالخطر الوجودي وبعد ذلك التناطح من يستمر رح تتطور الأسلحة مثل ما الآن شفنا روسيا بدأت تستخدم رتبة أعلى من الصواريخ ومقاييس أعلى من قواعد الاشتباك وبدأت تفك كثير من الالتزامات التي قبل ألزمت نفسها بها بدأت خلال الشهر السابق وإلى يومنا هذا بدأوا يطون صورة جديدة عن المعركة في وقت أمريكا قالت بعد ما نقدر نطيكم إسلاح؟ أوروبا قالت مخازننا فرغت من السلاح ومن الذقيرة وألمانيا رفعت اللواء إلى متى أنا أبقى أمول أوكرانيا الغرض هنا مو هذه الدولة أو تلك هل سيتحملون أن يخسروا خسارة وجودية في هذه المنطقة لصالح روسيا أو لا؟ لا شك ولا ريب اللي يعرف طبيعة هؤلاء يعرف أن تحمل مثل هذه الخسارة باهظ الكلفة جداً ولذلك أنا أعتقد أن هذه السنة أوروبا هذه السنة لن تكون كأوروبا في السنوات التي مرت هم دخلوا إلى المنعطف اللي بعد ما بي وراء ما وراء رجاء إما القتال وأما الاستسلام والاستسلام ما رح يسمحون لهم الغريب هنا أكو ملحوظة قبل كنت أقراها لما كان الأمريكين يقيمون الخمسين سنة القادمة شنو اللي رح يصير الغريب هنا من ترجع إلى الدول اللي يتحدثون عن قوتها ربما لها وجود أصلاً ما إلها وجود يعني بعنوان القوى الأساسية الأولى أتصور أنه يضعون أندينوسيا بعنوانها القوى الخامسة في العالم أندينوسيا فساً معاييرهم ملحوظة هنانا مشكلة السكان أندينوسيا جاي تنمو سكانين وبالنتيجة نموها السكاني شيدفعها يدفعها إلى النمو الاقتصادي لكن العبرة أوروبا وين من اللي خطط إلها في أن تنزلق إلى هذا المستوى بحيث حتى ألمانيا لا يحسب لها حساب في القوى الاقتصادية العالمية مع أنها متقدمة جداً شنو اللي مخططين شنو اللي مقدرين شنو اللي شايفي ألكم أن تحسبوها بألف حساب لكن القدر المتيقن أن الاستكبار يأكل نفسه بنفسه ينهار من داخل واذا تذكرنا حديثنا قبل قلنا أن طبيعة الظلم يؤدي إلى انهيارات داخلية لأن الظلم يحمل سر فنائه في نفسه هذا من جانب من جانب آخر إذا رجعنا وحللنا أوضعنا هذا تتم لحديثنا السابق وشفنا أنه يمكن لنموذج سلم لمن سالمكم أن يأخذنا إلى مسارات بعيدة وعميقة جدا قبل نقول سلم لمن سالمكم أنه هذا اللي يجي يزور الإمام الحسين أنا همكون أسالمة مهما يكون لكن اليوم شنو اليوم أن يصير استقطاب للشعوب واستقطاب للأمم سلم لمن سالمكم ستكون ورقة رابحة للغاية في الكثير من المناطق حدثتكم عن استراتيجية النملة أو معارك النمل وتحدثت عن عشر نملات ماذا يمكن لهم أن يصنعن بالرجل الذي ينام ماذا لو أن سلم لمن سالمكم هي التي توجد هذه المستعمرات في كل العالم ماذا لو أن الذين يسالمون من سالم يبدأون بوعي ذاتهم وبطبيعة قدرتهم وبطبيعة عدوهم معرفة العدو هنا أنا سمحة سيد القائد حفظه الله تعالى حينما تحدث عن معرفة العدو كضرورة لجهاد التبيين وجهاد التبيين حول إلى مسألة أساسية لتبيين موقف العدو مو بس تبيين حقيقتك مو بس تبيين طبيعة دوافعك وإنما حتى الناس تعرف من هو العدو بشكل دقيق ما كان يتحدث من فراغ وإنما كان ينظر كذلك يعني سماحة السيد المرجع العلى دام ظله الشريف أيضا بنفس الاتجاه حينما يتحدث عن البصيرة لا يتحدث بكل الكلام ولكن أنت عليك أن تفهم وتتابع بقية الكلام الذي لم يتمكن لطبيعة المتحدث أن يصل به إلى آخر التفاصيل لكن التفاصيل هذه مسؤوليتك وهذه مهمتك بصيرة حتى ماذا حتى نعرف من هو العدو ومن هو الصديق حينما ندخل في هذه الأمور ونعرف أن لدينا مساحة كبيرة جدا في الساحة العالمية يمكن لها أن تنصر الحالة المستضعفين يمكن لك أن تحسب الأمور بطريقة مختلفة تماما عن حالة اليأس والإحباط من نحن حتى نقف في قبال هؤلاء هؤلاء لديهم كذا لديهم كذا حالة الاستسلام واللي هي في الكثير من الأحيان حالة من حالات الغدر الخدر والترهل الفكري والنفسي ما أن نخلق خلونا قاعدين أنت ما لك خلق بس رح يخلق قاعد رح يسالموك مثلا رح يقولون هذا ما قاتل وما هذا وبالنتيجة علينا أن نخليه وديع وما إلى ذلك ما رح يخلون والصور اللي أنت جاي شوف الصور المجازر اللي موجودة حقيقة يجب أن نعتبر بها العدو ما يفرق أنت شنو لونك يعني 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 ما يفرق الوقت اللي يريد يبرز عداوته يعني يعني كل الرؤوس ينظر إليها بما كان ينظر إليها الحجاج أني أرى رؤوسا قد أينعت وحانة بطافها أنا هنا أنا أوجه نداي وسأتعمد أن أذكر أسماء مو رغبة في نفس الأسماء ولكن رغبة في التذكير بالمسؤولية الجماعية أخواننا في حركة أمال في حركة حزب الله في الحركة الإسلامية في لبنان أخواننا في الكتائب في العصائب في النجباء في الأوفياء في بدر في مجلس أعلى ما إلى ذلك في العراق أخواننا من المحافظين في إيران ومن الثوريين والإصلاحيين في إيران أخواننا الأوفياء في اليمن وما إلى ذلك أنتم كلكم في مركب واحد شئتم أما بيتم شتريدون تصيرون أنتم في مركب واحد والعدو ينظر إليكم بعنوان الرؤوس التي حان قطافها بقدرتكم باتحادكم برؤيتكم للهدف بإصراركم على الهدف ستنتصرون ولكن إذا كل واحد بدأ ينغلق على ذاته ويفكر بطريقة الخاصة دون الآخرين أو ينشغل بأمور ما إلى علاقة بطبيعة العدو الجاثم بطبيعة العدو المستعد بطبيعة العدو الذي يريد أن يفترس عند ذلك لن يفترس جهة واحدة سيفترسكم جميعا أن تكون على المحك أي تخاذل لأي سبب من الأسباب هسا مشاكلكم السياسية يمكن أن نصفوها فيما بيناتكم مع الأيام تنحل لكن مسألة التشخيص العدو والموقف ضد العدو يجب أن يكون واحدا ما إلها معنى أنت تجي العدو يضربك وانت تحكي تقول أنه دولة لو مو دولة الريد دولة لما الريد دولة بالبداية أنت العدو تخلص من عنده حتى تتكون دولة منقصة بشكل الآخر أنت تجي تعتب على أخوانك اللي جاب هو العدو ليش جاب هتو هذا سلاح منفلت وما إلى ذلك من اللي عنده سلاح منفلت اللي عنده طيارات وسيرة ويجي يقصف بيها ويضرب ويعتدي وما إلى ذلك وبكل غطرس لا احترام لميثاق دولي لا احترام لأعراب دولية وكأنه هو السيد المطلق في هذه المنطقة وتجي ما تعتبع له وإنما تجي تعتبع للي وكفه ودافعه ربما إثمك أكبر بكثير ما غيرك أنت لأنه خذلت أخوك وبردت العواطف اللي تهتاج نتيجة خذلانك لأخيك بردتها من أجل لصالح من أنت تتوهم عندك دولة ما دام هؤلاء يربضون على عناق هذا البلد تتوهم جدا في هذه القضية نعم أنا أؤمن أن المقاومة السياسية يجب أن تستمر لكن أيضا من لا يوجد لديه مقاومة مسلحة أمام مسلح لن يستطيع أن يكمل المقاومة السياسية أتمنى أن يكون هناك اتفاق ما ما بين المقاومة المسلحة وما بين الحكومة ما بين الأحزاب السياسية ولكن ما بين هذا وذاك العدو لن ينتظر عدو الآن عنده قائمة عنده معلومات مفصلة طيران 24 ساعة فوق الرؤوس يجمع معلومات ويحلل وإلى آخرين تفتكرون على شنو جاي حسبون مقراتكم على شنو أنتم مستهدفين قبل غيركم يا أخوان أثبتت التجارب أنكم باتحادكم قوة لا يمكن أن تضاها من قبل أي أحد لكن حينما يبكي كل على ليلة كل واحد عده موال شكل كل واحد عده قصة شكل كل واحد عده مصلحة شكل أنا آسف أنه جمعت كل الأسماء مو في أو قطعا غفلت عن بعض الأسماء مو الوارد هو أن أذكر اسمي فلان أو فلان لأنه هو الأقوى القضية موهد أنا أعتقد أن السنة والشيعة مستهدفون بل المسلمين والمسيحيين مستهدفين الآن بل حتى اليهود المتدينين أيضا مستهدفين من نفس هذه القوى يجب أن يتحد المستضعف مستضعفين إذا ما اتحدوا رح يبقى هذا العدو المتغطرس يستضعفهم ويزيد من استضعفهم أكثر من ذي الققل إذاك ما عندنا خيال إذا أريد أن أتحدث عن الأسماء الإسلامية الشيعية أيضا أنا أتحدث عن حباس وعن الجهاد وعن كتائب المجاهدين كتائب أبو علي مصطفى فلان فلان اللي موجودين في فلسطة كلهم نبس القياس كلنا في مركب واحد والله هذا العدو حينما عرفه الله سبحانه وتعالى بأنه أشد الناس عداوة يجب أن يحرك ذلك فينا ما يمكن له أن يقف أمام هذه العداوة القصة مقصة أنه أخذوا من عندنا أرض أخذوا من عندنا كرامة وحتى نستعيدها يجب أن نقف يجب أن وشفتوا أنتو اليوم النفاق ليش تداعى من كل جانب من كل حد من وصوب لكي يخذ الفلسطين القوى العلمانية إيش قد كانت تتحدث عن الوطنيات وما إلى ذلك ملأوا الدنيا بالحديث عن الوطن لكن شفتوكم فديوم على السواتر علماني في الخنادق شفتوهم حاملين أعلامهم وحاملين ألويتهم وما إلى ذلك وما لهم وجود اليوم في قصة فلسطين غير بيانات التنديد والاستنكار ثم التخذيل والتحليل ضد التحليل والمضاربة ضد المضاربة والأصل أن يبقى العدو معمى عليه من قبل الناس القوى العلمانية هيتش دول القوى التي كانوا يسمون نفسهم أهل الجهاد والهجرة وما إلى ذلك شفناهم أيضا يتفقون مع العدو فس قبل يتفقون مع العدو ضد الشيعة عندهم مشكلة ويا الشيعة اتفاقكم مع العدو ضد أخوانكم في فلسطين ضد أصحاب المذهب الواحد معكم ضد ذلك ما تكفروهم ضد ما تفسقوهم ما تبدعوهم تقولون أنه ضد من أهل السنة والجماعة عظيم بسم الله تفكر على اليوم أهل السنة والجماعة في فلسطين يستغيطون من الصباح إلى المساء ووصلت الأمور بهم إلى درجة من الإزراء بكم أنه يقول لكم لدزونا فلوس لدزونا بطانيات دزونا أكفان هذه مو حاجة هذه لطمة على وجوهكم خزي وعار عليكم نساء تقول لكم ما نريد أكل دزونا أكفان نريد نكفن بها أولادنا وبناتنا على أي حال أنا أعتقد أننا أمام مرحلة حساسة للغاية وأشعر بكثير من الأمل حقيقة يشهد الله ويعلم أنا متفائل جدا خلال هذه الفترة وأرى أن عاقبة فلسطين إلى خير كبير نعم بها ضحايا وهؤلاء الضحايا سيكونون وقود لهذا الأمل الذي نتحدث عنه للنصر الذي أريده لابد من وجود الضحايا لا يوجد شيء الله سبحانه وتعالى يعني تحدث عن النصر لكن متى أن تنصر الله والذي يريد يسير في مسار نصرة الله سبحانه وتعالى عليه أن يؤمن نفسه باتجاه أن يدفع كل الضرائب المستحقة في هذا المجال ضحايانا ذهبوا إلى بارئهم إلى جنتهم الموعودة الله سبحانه وتعالى لن يخذي لهم في هذا المجال لكن في المقابل العدو بدأ يتآكل والآن الإسرائيلي خجلين جدا بأي صورة يخرجون من المعرك يوميا عذر عدهم شكل يوميا ينزلون أهدافهم إلى أن بالأخير بدأوا يركزون على فكرة أنه شوفونا قتلنا صالح العاروري باترهم في أدبياتهم ربما فجرنا في كرمان سوين كذا سوين كذا يبدون يطلون لأنفسهم إنجازات وهمية وبالنتيجة يقولون أدينا اللي علينا وينسحبون لكن القدر المتيقن أن فلسطين حفرت في داخل أعماق التأريق بعد ما بيها مجال رادوا يتآمرون على فلسطين من أجل إسقاطها ومن أجل قتلها لكن بقتل الضحايا ارتفعت فلسطين وأنا أقول لهؤلاء الخانعين اللي بعدهم لحد الآن يفكرون بالأطر الدبلوماسية والسياسية وما إلى ذلك أذكركم بحقيقة تقولون أرض وشعب وتاريخ وما إلى ذلك هذا لن يشترى بفلس واحد من قبل هؤلاء والدليل عندكم أمريكا من وين وجدت أخذت أرض من اعتدت على شعب من مية واثنين مليون إنسان من الهنود الحمر قتلوهم والآن فينا الهند الأحمر يبدأ يتحدث يقول هاي الأرض مالتنا وقموا وطلع من اللي يتحدث عن أنه الأمريكيين هم مستولين على أرض غيرهم واستباحوا هذه الأرض وطردوا سكانها من اللي يتحدث أك أحد يتحدث بل أحد لو قدر أنه طلعت حركة من الهنود الحمر تداعي وتطالب بالعودة إلى أرض الأجداد وإلى الأرض السليبة وما إلى ذلك من اللي يقبلها من العالم حول الأمريكيين نتيجة ضغط رستهم ونتيجة لدوسهم على كل ما يتعلق بأعراف العالم حول القضية إلى واقع ورح بلط البحر من اللي يتحدث من اللي يسمع فلسطين كادوا أن يصلوا إلى هذه القضية لكن هذه الضحايا التي تساقطت وارتقت إلى بارئها هذه هي اللي أعادت طبعا السلاح المقاوم والإرادة المقاومة والإصرار والثبات هو اللي خل الأمور تتقدم بهذه الشكلة من نعم الله سبحانه وتعالى إذا رأينا عزا في عراق الحجد الشعبي وإذا رأينا عزا في إيران الحرس الثوري وإذا رأينا عزا في لبنان حزب الله وحركة أمل وإذا رأينا عزا في يمن الأنصار في كل هذه الأحوال نحن نرى عزا جديدا يضاف إلى العز قبل الحركات العلمانية هي المستولية على الوضع في فلسطين وأوصلت فلسطين إلى الهو اللي أسقطه لكن اليوم السلاح أصبح متديم أصبح مؤمن أصبح يتحدث بشعارات التدين وبمبادئ التدين حسبنا الله ونعم الوكيل شعار يتردد عند الجريح وعند الشهيد وعند عائلة الجريح وعائلة الشهيد وعند المقاتل في نفس الوقت هذه من تحسبها تشوف أن رقعة المقاومة للاستبداد وللقهر العالمي أصبحت أعلى بكثير من السابق اليوم إذا جاي نشوف البحر الأحمر يتحول إلى بحيرة حمراء ضد الاستكبار هذا اعتبر عزة إليك عزة أضيف إليك وأنا متأكد أن البحر العربي أيضا سيلحق بهذا البحر العرب أيضا سيلحق بنفس المعادلة وبنفس الطريق وخلي يجيبون جد يقدرون يجيبون وذا تذكرون في أحاديثنا السابقة قلنا ما دامت القصة استطاع المستضعف أن يخلي السلاح البسيط السلاح الرخيص يخليه في قبال الأسلحة باهظة الكلفة من اللي رح يربح بالأقل مسيرات بعشر تالاف دولار عشرين ألف دولار في مقابل باتريوت بمليونين دولار إيجي قد يريدون يستمرون وإيجي قد يريدون يتحملون وهذه المسيرات بعدها ما طال على كثير من عندها ما طال من معاملهم من مصانعهم من مخازنهم الكثير من عندها بعدها مخفي بعدها ما طال المعركة حزب الله اليوم استخدم صواريخ البركان شوفوا الويل والثبور اللي يجي يصحون به الآخرين وبعدها على أولها صواريخ البركان صاروخ متواضع قياسا إلى صواريخ اللي موجودة أنتوا في عز نحن في عز حقيقي نعم كل عز إلى ثمن وإلى ضريبة فس إذا سقط من عندنا أبو تقوى سبق أن سقط من عندنا عمارة بن ياسر سبق أن سقط ميثم التمار سبق أن سقط من عندنا العشرات من الأفذاذ المئات من الأفذاذ تأثرت المسيرة لو استمرت هؤلاء حقيقة حمقى حينما يتصورون أنه بقتل هذا وبقتل ذاك نحن لما انقتل الحاج قاسم قدس الله روحه الزكية وتصوروا أنه انتهى كل شيء واستطاعوا أن يطوم صفحة في التاريخ كانت مزعجة للغاية لكن شنو اللي شفنا مات حاج قاسم لو هذا اللي جاي نشوفه في غزة وفي غير غزة هو من نتاجات وثمرات فكر حاج قاسم أنا ما أكشف سر إذا ما قلت أنه حاج قاسم كان أكثر من مرة في غزة ذهب أكثر من مرة في غزة ما أكشف سر في هذه القضية الرجل كان فدائي إلى هذه الدرجة وبهذه الطريقة اللي استطاع أن يوس أو يوجد هذا الحماس والاندفاع والإيمان بالثقة المستضعفين بربهم والعودة إلى ساحات الله جل وعلا نصرة له الله سبحانه وتعالى هم أنزل اللطوف كبر نم الآن حماس والجهاد والآخرين ننظرهم بنفس المنظار اللي كنا قبل ننظر إلهم به عن كبره أصبح قوى عالمية أصبحت أمريكا تتودد إلهم يمعودين تعالوا بهاي الطريقة نطيكم هالقاد نعرض عليكم هالقاد بس شوية راجع حزب الله يسمونه ميليشيا لكن يقف الند في وجه الند الأمريكي وأمريكا تذل نفسها وتبدأ تتواضع من أجل أنه بلك عليك كيف لا تنقلون قواعد الاشتباك إلى مرحلة متقدمة فصائلنا كلهم يسموهم ميليشيات لكن كم وكم من الرسائل اللي يتوددون بها ومستعدين يدفعون أتمان بس علي كيف كم ويانا بتعبير بلينكون بالفترة الأخيرة كان يقول أنه تريدونا نطلع نطلع بس مو بهالطريقة لذلونا فس مخادع ومخادع لكن النتيجة أنت أثبتت قدرة وأنا أشير إلى الأخوان بس قد ما تحب بالفصيل الفلاني قد ما تحب بالفصيل العلاني قد ما لك خلق بالمجموعة الفلانية لكن هؤلاء الشئت أم أبيتهم وسادي لك ثغرة تقبل ما تقبل تحب ما تحب هما سادي لك ثغرة وعليك أنتهم أن تبادر إلى سد الثغرة في المقابل أنا هنا ما أستثني أحد حتى أخواننا في التيار الصدري وفي غير التيار الصدري أيضا لهم فضلهم بنسبة معين عليهم أن يتقدموا أيضا ويرابطوا بنفس الطريقة في المرابطة الآخرين بذلك الوقت الساحة لن يبقى فيها مذل نعم مثلا لهذا عنده أجندة علينا أن نتوالم بطريقة أو بأخرى لأننا في مركب واحد نقطر على السطر والعدو لا يعرف يعني إذا يريد يستهدف المركب رح يستهدف كله ما يعرف هذا لون الشنو ذاك لون الشنو عملاء رح يضربهم كما أنه يضرب عدوه ما يفره مثل ما شفنا إسرائيل من ضربة كثير من عملاءهم انقتله في هذه المعركة أيضا كثير من اللي نافسهم دنت إلى الإسرائيلي خلال هذه الفترة لسبب أو لآخر الآن أيضا قتلته نحن مدعوين إلى العودة إلى مصاديق العداوة ومصاديق الولاء ونرى أن ولاءنا محسوم النتيجة ما عدنا خيارات أخرى أكثر من أن نقف أمام أعداء الله سبحانه وتعالى ماكو دين بدون ولاية وبدون براءة ماكو شيء اسم دين لكن في المقابل أثبتت التجربة أن مراجعنا لهم من الحكمة العميقة بعيدة المدى ما يمكن لهذه المسيرة أن تؤدي أغراضها بشكل متقدم جدا أثبت حماة المذهب على أنهم أكثر حرصا على المذاهب الأخرى بمعية المذهب لديهم حرصهم لديهم حسهم الواعي والعالي بالشكل الذي أثبتوا أنهم حماة حقيقين لهذا الدين وهذه التجربة مفتوحة أمام الآخرين أخواننا أهل السنة اللي الآن متذمرين ليش علماءهم بعض علماءهم ما يتحدث ليش حكامهم ما يتحدثون العلموا بهؤلاء العلموا بمن قبل بأن هؤلاء يكونونهم القادة وإلا يطلع لك عالم يسمي نفس عالم ويقول ولي الأمر يجب إطاعته حتى لو زنى ولاطة أمام التلفاز هم علينا هم أنطيعه فالخلل وين الخلل بهذا الولي لو بمن ولاه رجل مجاهر بالفسق مجاهر بالفجور وتجي تقول يجب إطاعته بناء على أحاديث مكذوبة وبناء على روايات لا يمكن لها أن تقب في قبال العقل أبدا وفي قبال المنطق وفي قبال القرآن الكريم أبدا المشكلة الآن يراد إعادة نظر طبيعة الأولويات يجب أن نحددها ما معنى الآن تثار قصة الشيعة والسنة من جديد وبطريقة أبشع من السابق ليش تفتكرون صار شي جديد بين الشيعة والسنة يعني كل هذه الفترة فما صار شيء ما معنى أعيدت لأن العدو هو الذي يريد العدو مشخص أن للأسف الشديد حتى في تعبير أحدهم المحللين يقول للأسف الشديد أنه حتى ملف الشيعة والسنة بدأ يتقفر يشقد هما مهتمين بهذا الملف العدو الذي أنشئوه وسببوها هو يتأسف يقول حتى هذا تراجع يتحدث عن تراجع الإعلام اليهودي عند الغربيين ويخلي هذا مع الأسف الشديد حتى ملف في الشيعة والسنة اللي هما يعتقدون أنه كانوا ماسكي بديهم وهم اللي يحركون أطرافه وإذا بهم الآن يشوفون القضية بطريقة واحدة من إنجازات السبعة أكتوبر حقيقة هي أن السن بدأ يعي والشيعة أيضا بدأ يعي أن العداوة بينهما عداوة زائفة وعداوة غير حقيقية العداوة الحقيقية العداوة مع الذين هم أشد عداوة للذين آمن العداوة مع الذي يرعى هؤلاء ويتحالف مع هؤلاء ويخضع لهؤلاء هذه العداوة لذلك النمط القديم لفكرنا عن عدو لمن عاداكم يجب أن تعاد فرمتته من جديد إعادة صياغ تمن جديد حتى نشوف العدو حال ظرفية البارحة كانوا الأمويين وراهم إجا والعباسين بس ما بقت القضية في هذا المرمى الآن الأعداء كثر والطامعين كثر والمستبدين كثر وعلينا أن ننظر إلى الأمور بواقعياتها ولو نظرنا وفعلنا ذلك لن تجد أمريكا ولن تجد إسرائيل إلا في الموضع الأول هؤلاء الأعداء أكتفي بخاذ القدر والحمد لله أولا وآقرة وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا الله صلي على